رحت عند عم أحمد الفران اللي على أول الشارع وممشتش لما خدت الطريقة قال لي هو ديء وخميرة فقط إحنا ولا بنحط بيد ولا بنحط لبن ولا بنحط بيكينج بودر روحت البيت بقى وعملته بطريقة الأفران شايفين بقى ما شاء الله قال لهم بارك شايفين عمل إزاي لهم موحد ومزبوط وخفيف وطري وزي القطن هقول لك كل أسرار الفينو معايا بقى كيلو من الديء وطبعا ممكن تزاود الكمية أو تقليلي برحتك خالص ونخليه بقى كويس جدا عشان لو فيه أي حاجة هنزل بقى بكيس من الخميرة ونص معلقة صغيرة من الملحوم معلقتين كبار من السكر وهضيب بقى معلقتين كبار من الزيت وآخر حاجة بقى كيس من الفانيليا هيخلي طعم العجينة ورحتها طحفة جدا وهضيب بقى 3 كبايات إلا رابع من المياه إيد دفيا ولا تبقى سخنة ولا تبقى سععة تبقى دفيا بس كده معاك وإيدك تستحملها وعجيني بقى بإيدك أو المضرب الكهربائي أي حاجة تمام ولازم أنت عجيني العجينة مش أقل من 10 دقائق عشان بس تتخذي نتيجة كويس ويطلع عجيني تلفينه معاك طرية وخفيفة قطوة العجن في عجين تلفينه مهمة جدا من أسباب نجاح الفينه شايفين بقى ماشاء الله تبقى ملمسها ناعم جدا معاك وفي نفس الوقت كده ما بتلزقش أتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو حابة بقى أعرف بتتبعيني من أني بلد وما تنسيش بقى تعمل المشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقائق مش أكتر من كده وبعد 10 دقائق شايفين بقى ماشاء الله العجينة كده الضاعف حجمها هنبدأ بقى نهبطها معانا ونقسمها بقى لأربع أجزاء وكل جزء هتقسمي معاك لست قطع دي أسهل حاجة عشان صباع الفين ويطلع معاك كلهم متسويين وقد بعض وكوري بقى القطع معاك تبقى شبه الكرة كده وهتجيبي بقى أي سنية وتحطي عليها رشة كده صغيرة من الدقيق ورصي بقى عليها كل الكمية وضروري لازم أن تغطي كده العجينة معاك عشان ما تنشفش شايفين بقى ماشاء الله من كيلو دي عملت 24 رغي فتخدي أول واحدة بدأت بها وغطي بالفوت عشان ما ينشفش معاك وهتحطي بقى رشة دقيق خفيفة كده من فوق ومن تحت وفرديها بقى معاك ورققيها تبقى بالشكل ده كل ما ترققي العجينة العجينة تبقى مورقة معاك من جوه ولفيه بقى زي صباع المحش كده معاك وقتني كمان الجوانب لازم أن كده تقفلي معاك كويس جدا عشان لما يدخل الفرن ما يفكش منك شايفين بقى ماشاء الله العجينة لينة خالص معايا لأ والأحلى بقى هنا عاملينه على قد كف إيدينا ولسه كمان لما يخمر هتجيبي بقى أي صنية كده عندك وطبعا مش دهناها أي مادة دهنية وهترسي بقى عليها الفينو وطبعا هتسيبي مسافة ما من كل صباع والتاني كده خلصت الكمية اللي معايا كلها ده أول صاج بدأت فيه شايفين خمر معايا زي هغطيهم بقى بأي فوتة كده طبعا مخصصها للمطبخ واسيبيهم بقى يخمروا كده من ساعة ونص لساعتين وبعد ساعتين خمروا معايا وبقوا تمام وطبعا بندهن أي معجنات عندنا بمعلقتين لبن أو مية ومعلقة صغيرة من العسل الأسود العسل هنا بقى هيوحد اللون وهيخليه لونه حلو جدا وفي نفس الوقت هيديله طعم تحفة أفضل طبعا من البيض عشان خطر ما يزفرش معاك العجينة أي معجنات عندك بتعمليها ديفي بقى اللبن على العسل وهيعجبك جدا وإدهني بقى بيه الفينو وطبعا خلي بالك بقى وما تضغطيش عليه قوي واندخله بقى الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 220 في الرف قل في النص وآخر دقيقة واللعي بقى الشوية عشان ياخد معاك لون دهب جميل وكده خد معانا لون دهب جميل أول ما يطلع بقى من الفرن كده بالبخاخة رشيه وغطيه عشان يفضل طري وفرش معاك لحد آخر صباح شايفين بقى م شاء الله حرفيا أحلى فينو ممكن تعمليه ولا حطنا بقى بيد ولا لبن ولا بيكينج بودر ولا زبدة وقلتلك على كل أسرار عشان يطلع معاك بالجمال اللي انتو شايفينه ده خفيف وطري ورحته وطعمه طحفة جدا وعملنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله بقى اتجربيه وانا متأكدة جدا انها يعجبت جدا وهتدعيلي عليه وأتمنى بقى لو وصلت معي لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد